ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر بارد قنقر ايه 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايه 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 ترجمة نانسي قنقر ايه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولازم يشوفها وإنها قوية جداً الحمد لله الحمد لله أني محكتلوش الفقرة دي فيها إيه هو إزاي شام يعمل فقرة دي من غير ما يقولك قال لي وقلت له يعملها بالليل بس ما ينفعش نفس الفكرة تتكرر في بداية برنامج جديد خلاص هكلم قايا ونشوف هتعمل إيه لازم نلاقي حل أنتي عملة فكرة للحلقة دي أكيد لا ما عملتش دي أول فكرة وعمل لها ليه بس ممكن تهدى شوية عشان عرف أفكر ولاقي حل يا عم أمتنى إليها الكلمتين وخرج على طول وهي معطردت كيش مثلاً أو ضربتك بالكوباية لا هي كت محترمة جداً وحتى لو كانت تردتني أنا مكنتش حزعل عرف ليه؟ ليه؟ لأني قلت لها الحقيقة وقلت لها الكلام اللي المفروض يتقال يعني أنتي مستقتر عليها حتى أن أتفكر هديل تفكر في إيه يا خالد في حاجات ما بتدخلش العقلة أصلا بس طالما البنت كلمتك وفتحت قلبها معاك يبقى ما اعتبرك صحبتها وصحبتها جداً كمان أيها هي صحبتي جداً أيها وما ينفعش رد فعلك ما هي بقى بالشكل ده الله ما أنا ما قدرت شمسك نفسي هديل عايز أسألك سؤال هو أنت قلت الجوزك إن إحنا نعرف بعض لا طبعاً تمام إذن أنت فكرتي واخدتي خمس دايق من وقتك ونقيتي أحسن حل ولاقيتي إنك تجدبي على جوزك وما تقوليش طب ما أنت كمان ما قلتش لمراتك أنا وكنت متأكد إنك هتحجمي من غير ما تفكري أنا ليه بقولك الكلام ده أيها فعلاً أنا عملت زي ما أنت قلت واخترت نفس الحل وقدبت على مراتي مولدقاش بس مش هو ده موضوعنا هديل أنا كنت بعملك اختبار دلوقتي وهو أنك مش مستحملة أي حد يطلعي غلطانة لازم تطلعي اللي قدامك هو اللي غلطان يعني العب ده بقى عند ناس كتير أو اليومين دوش لما حد بيمتقدك أو يخالف أفكارك أو وجهة نظر مختلفة بتهجمي من غير حتى ما بتفكري في وجهة النظر التانية أو تحاولي تفهميها أو حتى تعرفي توضحي موقفك عندك حق أنا كده فعم هو ده بالضبط اللي انت عملتها دي لما صحبتك هجمتيها ومساحتي بيها الأرض خلاص يا عمى مش للدرجات لا ده فعلا اللي انت عملتين لمجرد إنها قالت وجهة نظر مختلفة اسمعي أنا عارف إن وجهة نظرها اللي قالتها دي قاسية أو حتى ما ينفعش إنها تحصل في الحياة بس حتى غير ما أعرف البنت دي يعني ما تنسيش إن هي اللي هتنزل البيبي وبعدين انت كده قفلتيها خوفتيها منك وخلتيها ما تتكلمش معاك في وقت أنا شايف إن البنت ضعيفة ومشتتة ومش عارفة هي عايزة تعمل إيه بالضبط صح تقول إيه؟ انت قلت لها إن إحنا عارف بعض الوحيدة اللي ما قلت ليش لأ على صداقاتي كل صحابي قالوا إيه لأ عشان يتجوز ما شوفتي بقى صاحبتك؟ بالرغم من إن علاقتنا تعتبر قدام الناس غلط منفعش يعني راجب ما تتجوز يصاحب سنت ما تتجوزة حتى لو كانش في بالهم حاجة لكن صاحبتك دي اللي هي اسمها إيه؟ صارة 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 زعبتك تفكري وتاخدي قرارك بنفسك وقفت جنبك حتى لو كان قرارك ده غلط قدام الناس كنت دي تيها فرصة تفكر يا هديلي أو على الأقل تبينلك إنها بتعرف تفكر ولو إني أنا متأكد مع رشي تعمل اللي قالتلك عليه ده عارفة ليه؟ ليه؟ مش عشان مهاجمتك ليه لأ عشان البنت دي عندها مخ وحتعرف تفكر وتاخد القرار السليم أنا خايفة عليها هديل ما ينفعش واحدة متعلمة وبتشتغل الشغلان اللي إنتي حكيتيلي عليها دي بترضى إنها تعزب طفل اللي كانت مجرد بتفطفل بتخرج اللي جواها وحتى كلامها اللي هي عايزة تقوله إنتي ما استحملتهمش إنما إنت ليه يعني شايفك المحامي بتاعها لا طبعا مش محامي ولا أي حاجة إن أنا ما عرفهاش ما عرفش اسمها إلا منك دلوقتي حالا وبعدين أنا أتعلمت حاجة لما حد يهجمني وانتقبني أفكر وأسمع كلام بهدوء وأرده برده بهدوء كان ممكن أقولك دلوقتي مثلا محامي إيه وأنا أعرفها أنا ما عرفش اسمها إلا منك دلوقتي حالا وبطالي استفزاز والطريقة بتاعتي دي بس أنا طبعا مش هعمل كده ما هتعمل إيه ده منتقب الهدوء كده حولك أنا ما عرفهاش بس انتي تعرفيها وتعرفيها كويس جدا كمان والصداقة اللي بينك وتخليك يتوقفي جنبها مش ندها توضحي لها الأمور مش توطريها اتحق الصداقة اللي بينك واني بليز عشان خاطري أعيد النظر في موقفك معها وما تسيبها شكبه حرام شكرا 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 ناجي معلش يا 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 ناجي يا رايك في العكل أنا لابسه حلو الحلوة لحاجة أنا تعود ألبسها نصغبية تحت البلدية بس قمت ما لقيتش حاجة عازف بقى إيه ده مالك كنت عايزة أقولك على حاجة أبا لسه عارفة الخير الفقرة اللي انت رشرحتها بتاعت تعلم الحيوانات اللي بتتكلم عن علاقة الحيوانات بالإنسان للأسف اتعملت المبارعة في البرنامج المسائي جاء وعلم حيوانات ونتعرفت إزاي؟ مفاتحي لسه إيه اللي دلوقتي أنا جاي إليك كنت متأكد يعني إيه كنت متأكد؟ مش مهم أنا جايز بغيرها حتى لو جايز بغيرها مش هنلحق نجيب ضيفتين دلوقتي مش عايز ضيفة اللي هتكلم فيه مش محتاج فيه ضيفة مش فاهمة إزاي يعني إيه ده؟ وأنا خلصت من فاكرة الحيوانات عشان تطلع لحيوانات فوقتي يعني ده وقت قلة أدب وصان طويل إنت متأكد يا حمزة ولا هتلبسني فالحيط على الهواء يا أستاذة آية أنا مجهز بموضوع أحلى كتير جداً من اللي كنت هتكلم فيه مش عارف أقولك إيه؟ أنت بجد أستاذ مش عارف أقولي لي إيه ده بعدين إنما مش عارف أتعملي إيه أوليك أنا أنا عايز بوسا هنا هنا يلا تشجع ما تياسيش يعني إنتي أنا موجود هنا عشان أوقزك عيد الجميل حاضر بعيد الجميل واحد كنين تاة أربع أعملي تاني تعملي إيه؟ أنا حيعوز منك حاجة مهمة جداً 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 أنت تؤمر يا أستاذ تحت عمرك يا باشا خدامتك يا بيت تخرجي لزين دلوقتي حالاً تقولي لي وكلم عزيزة عشان تفتح التلفزيون تتفرج علي لأنها بتنام بدري عزيزة تخرجي حالاً عزيزة متنبل هتشوفك بالتلفزيون النهاردة يا عام أعم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر